تحتاج بعض المواعيد والأحداث إلى وقفة متأنية ليتمكن المتابع من تقييم تفاصيلها بشكل واقعي ومنطقي مرور مئة يوم على تولي مصطفى الكاظم رئاسة الوزراء يمثل مرحلة زمنية يمكن من خلالها إجراء كشف حساب موجز لمراجعة وتقييم أداء حكومته وببعض التفصيل نستطيع القول أن الغالبية العظمى من العراقيين لمس اختلافا لدى رئيس الوزراء عن سابقيه في طبيعة وطريقة تعامله مع العديد من الملفات الشائكة الكاظم باشر بمعالجة ملفات منذ يومه الأول في رئاسة الوزراء كانت الأولوية فيها للأمن ومحاربة الفساد وعلاقات العراق الخارجية والخدمات وإيجاد حلول لمطالب المتظاهرين رئيس الوزراء وعلى قصر الفترة التي مرت على توليه المنصب خطى خطوات لا يمكن للمنصف إنكار فعاليتها فشروع الأول بإجراء تغييرات في القيادات الأمنية ولدت ارتياحا شعبيا عقبها بإجراءات لمحاربة الفساد عبر خطوات مدروسة بدأها بفرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب سعة الإنترنت وغيرهما وصولا إلى إشرافه على عمليات أبطال العراق ضد الإرهاب وأخرى استهدفت السلاح المنفلت وزيارات نأل مرافق حكومية تهدف إلى التعرف عن قرب على مواضع الخلل ومعالجتها خارجيا أجر الكاظمي زيارة إلى إيران كان الأبرز فيها تأكيده ضرورة عدم التدخل بشؤون الداخلية في انتظار زيارة تحمل أهمية كبرى إلى واشنطن العلامة الفريقة الأكبر كانت طريقة الأبوية في تعامل الكاظمي مع المتظاهرين وزيارتهم تارى واستقبالهم أخرى والجلوس والحوار معهم ببساطة لم يعهدها المحتجون من الحكومات السابقة وتعهده بتنفيذ مطالبهم المتعلقة بمحاربة الفساد وقيامه بالتوجيه بتعين عدد منهم أما تحديد موعد الانتخابات فإنه كشف بما لا يقبل الشك بأن الكاظمي جاد في عدم تمسكه بالمنصب وإصراره على المضي بإصلاح جذري للعملية السياسية وفق أسس ديمقراطية سليمة ما ينتظر من الكاظمي في قدم الأيام لا يمكن وصفه بالهيئ بوجود ملفات سخنة وشائكة ومعرقلات داخلية وخارجية عدة لكن الواضح أن رئيس الوزراء ما ظن بما شرع به مستندا على دعم شعبي لا يعرف المجاملة أساسه ثقة المتبادلة بين أبناء الوطن وقياداتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر